عميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة انه اثناء تنفيذ احدى المهام التدريبية صباح اليوم سقطت طائرة نتيجة عطل فني بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي مع اصفر عن استشهاد ست عسكريين واصابة اخر اضاف المتحدث العسكري خلال بيان اللوة ان الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع امر بتشكيل لجنة للوقوف على اسباب الحادث